اشتركوا في القناة التي تعنى بتمكين المرأة بحياة كريمة في جميع مراحلها العمرية امتلاك سمة روح المبادرة نحو خدمة المجتمع دون مقابل خاصية لها العديد من المفاهيم السامية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا مع مختلف القضايا التي تهمها وتزامنا مع شهر اكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي تنطلق من المجلس الاعلى للمرأة اول حملة ميدانية على شكل حافلة تضم عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي يرافقها الاطباء والاختصاصيون المبادرة اللي احنا نشوفها انه هي مبادرة يعني متميزة انه هي تقايمة انه هي تقول في عربة انه هي توصل لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع البحريني اليوم يعني احنا عندنا فيه شوية تراخي ان احنا نوح نوصل عساس انسوي لنا فحص انه ممكن يقيننا من مرض ومعاناة هذا المرض والكل يعرف هذه معاناة هذا المرض اليوم هذه المبادرة سوف تصل الى المرأة في مكان اقامتها تحت شعار لا تتهاونين بالكشف المبكر حياتك غالية تجوب هذه الحافلة العديدة من المناطق في المملكة في اطار تعزيز الجهود الوطنية لنشر الوعي بمرض سرطان الثدي وتحفيز النساء البحرينيات على اجراء الكشف المبكر اذ يحتل هذا المرض المرتبة الاولى بين السرطانات في البحرين بنسبة 37.4% الا ان نسبة الشفاء منه ترتفع لا اكثر من 90% في حال الكشف المبكر عنه حافلة متنقلة تحتوي على اجهزة الفحص المبكر وتجوب ان شاء الله جميع مناطق البحرين جميع المحافظات لاجراء الفحص الثدي والكشف عن الاورام في مناطق البحرين رح تتوقف عربتنا باذن الله بالتعاون مع وزارة الصحة في المراكز الصحية رح يكون عندنا الفريق مالنا الفريق مالنا رح يحمل مجموعة من المنشورات للتوعية بسرطان الثدي وتوزيه على النساء المتواجدات في تلك المناطق او المراكز الصحية ودعوة هذه النساء لاجراء الفحص داخل عيادتنا وبعد اجراء الفحص يتم اعطاء تقرير مباشرة للمريضة ويتم الحصول على نتيجة الفحص مباشرة بعد اجراء الفحص وفي حال تواجد اي شكوك بوجود اي اورام لا سمح الله او اي مشاكل يتم تحويل هذه المريضة لاجراء فحص اكثر شمولية في مركزنا او في اي مراكز من المراكز الاخرى في مملكة البحرين بناء على رغبة المريضة وامتابعة هذه المريضة وطبعا في نهاية الفحص ان شاء الله رح نقوم باجراء دراسة شاملة للعينة اللي احنا سونا لها الفحص في جميع مناطق البحرين بدراسة شاملة ومكثفة وسوف يتم الاعلان عنها باذن الله هذه المبادرة نظمها مركز لندن لجراحة الثدي وضمن سلسلة فعاليات المجلس الاعلى للمرأة التي تهدف وبشكل رئيس الى التوعية والتعريف باهمية اجراء الفحوصات الطبية والشخصية الدورية وبشكل مستمر لمختلف الفئات العمرية حتى الكشف المبكر عن هذا المرض فالوقاية خير من الف علاج من هنا ومن هذه الحفلة الطبية المتنقلة تنطلق اول حملة ميدانية للكشف المبكر عن سلطان الثدي ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين